ضغوط مختلفة يتعرض لها رئيس الوزراء مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة بعضها سياسي وآخر من الفصائل المسلحة الأمر الذي يثبت اختلاف تباين الدعم للحكومة داخل مظلة الإطار التنسيقي رسائل وتلويحات مستمرة من قوى سياسية وحركات مسلحة تشكك بعمل ومساعي الحكومة الحالية تارة وتمهلها الفرصة الأخيرة تارة أخرى تنسيقية المقاومة العراقية هكذا تطلق على نفسها تلقي باللوم على رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بملفات عدة وأبرزها السيادة كخطوة عدها كثيرون بالضغط السياسي من أطراف معينة هذه الرسائل تؤكد للسيد السوداني أن محور المقاومة عندما يرسل هذه الرسائل يريد من الحكومة التي يرأسها السوداني الالتزام بالاتفاقات التي حصلت قبل تشكيل الحكومة ليس كل الأطراف التي تجتمع تحت مظلة الإطار التنسيقي تتعامل بنفس المسافة مع السوداني فمنها ما زالت متحفظة إزاء تحركاته وأخرى تنتقد مواقفه من خلال حركات وأجنحة مسلحة مرتبطة بها هناك تصعيد، هناك كتل سياسي لديها رغبات ولديها ضغوط على الحكومة لكن من حيث المبدأ نعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة تسير باتجاه صحيح ونتمنى أن تترجم هذه الخطوات في المرحلة القادمة المعطيات الحالية تشير إلى وجود اهتزازات في تحالف الإطار وذلك بسبب اغتلاف الرؤى والمواقف بين قوى التنسيقي اتجاه الحكومة التي تواجه تحديات على كافة الصعود بطرق غير مباشرة تبعث بعض القوى السياسية رسائلها لرئيس الحكومة محمد الشاع السوداني للتحرك إزاء ملفات بعينها وغض الطرف عن ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والسياسي من بغداد فقار فاضل الرابعة